كارثة إنسانية بحق خلفتها العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بعد أن تسببت في موجة نزوح للسكان في الداخل وفرار الملايين منهم إلى الخارج كشفت إحصائيات وحدة حماية المعلومات الأوكرانية أن نحو عشرة ملايين مواطن أوكراني أي ما يعادل ربع السكان فروا من منازلهم هربا من الهجمات الدامية من بين هؤلاء الملايين نحو 6 ملايين و 500 ألف شخص نزحوا داخل أوكرانيا خلال الأسبوع الماضية فيما أسفر الصراع عن تدفقي قرابة 3 ملايين و 200 ألف شخص آخر إلى الدول المجاورة تحديدا إلى بولندا في أسوأ موجة لجوء تشهدها القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية أما الأمم المتحدة فأطلقت تحذيرات بشأن الأوضاع المأساوية التي خلفها الصراع مؤكدة تأثر 13 مليون شخص في المناطق الأكثر تضررا داخل البلاد وحاجتهم إلى المساعدة الإنسانية العاجلة يعد وقع الأزمة أشد وطأ على النساء والأطفال بطبيعة الحال إذ تكشف تقارير أممية أن الفئتين تشكلان نحو 90% من عدد الفرينة إلى خارج البلاد وأوردت اليونساف أن نحو مليون وخمسمائة ألف طفل أوكراني هم بالفعل عبروا الحدود إلى الخارج دول الجوار منذ اشتعال هذه الحرب في مقدمة الدول الأكثر تأثرا بالأزمة تأتي بولندا المجاورة بعد أن استضافت وحدها أكثر من مليوني لاجئ أوكراني منذ بدء الأزمة حتى الآن ومع دخول العمليات العسكرية الروسية أسبوعها الرابع واستمرار تدهور الوضع الإنساني بوتيرة سريعة تتعالى نداءات المنظمات الإغاثية بضرورة تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين داخل أوكرانيا وخارجها